من الآخر لاحد عامل علينا حصار ولاحد حاطتنا براسه ولاحد عامل علينا حرب اقتصادية أثبتوا الشيعة أنه هن أفجع ناس وأكتر ناس محتكرين المزوت والبنزين وأنه أكتر ناس دجالين ومناثقين لك وبس صرنا ثلاثة أيام نحن الخدام الإمام الحسنان سيارتنا فاضية من البنزين صرنا ثلاثة أيام أربعة أيام بلا بنزين ومساكلين المحطات بس سمعوا أن الجز جاية وبدفتح المحطة يوزعها ببلاش فتحوا مثل الكلام هك بدونها مثل الكلام فتحت المحطات يا عيب الشمع عليكم يا كلاب يا كذبين يا مناثقين يلي بتحرفوا بولادكم وبتحرفوا بالأئمة وبتحرفوا بالحسن وبالله كذب نحن اللي عاملين المصيبة نحن الأزمة بالجنوب نحن عملناها المناطق الشرقية كل شي فيها خبيتوا الميزود بمحطاتكم يا حلقة أمل وكل شويت بعتوا لي أبو حسن كبايستي شكرا ولا أمطعتوا أفران أعدتونا بلا خبز لا أمطعتوا اشتراكات أعدتونا بلا كهرباء الله لا يسامحكم الله يوصر إسرائيلي عليكم الله يوصر أمريكا عليكم الله لا يوفقكم كيف فتلتو وشكم يا شيك الجنوب حطت بالجنوب من الآخر تاب على الحزب والحركة إذا بيجي الجيش بدي يفتح محطة للحزب بيهجبوا شباب الحزب عليه وإذا بدي يفتح محطة للحركة بيهجبوا شباب الحركة عليه لإجا القرار اليوم مثل الكلاب الكل بد يكون بأمر الجيش اللبناني لأنه وقت اللي نجاب الميزوت ونحط بمحطات الأمانة كل هيتون عاموا عليهم يلا من الآخر وأي واحد بيشتري جلون بنزين أو جلون ميزوت سوء سوداء بكل هم عم بسعد هيدا المحتكر هذا اللي بتقله بدي جلون ميزوت أو جلون بزيب لك اي يلا بصلي ولا صلي بوصلك يا عم صلي يا الكلب صليتك مش مقبولي يضرو بصير قال هاني فاك رح وشوفوا لجنوب كله من في حزب وحركة اشتركوا في القناة